مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناتكم Pyramids Crypto القناة المتخصصة في تكنولوجيا البلوكتين اليوم أصدقائي مراجعة لمشروع جديد مشروع عملة play to earn كما تلاحظون هناك dragons وهناك characters أو heroes أو أبطال هناك العديد من الأشياء التي سوف نتكلم عنها في هذا الفيديو فقط لكي نساعدكم أصدقائي على اتخاذ قرار استثمار حكيم بنسبة لهذه المنصة أو هذه اللعبة هل تستشمرون أو لا هي قرار تتخذونها وأنتم أصدقائي نحن فقط نعطيكم الروابط التي تستعملونها لعمل البحث القاص بكم إذن بدون تأخير أصدقائي نبدأ اسم المنصة هو Dragon War إذن حرب التنانين تلاحظون هذا في الباك جراون بإمكانكم شراء العملة الخاصة بهم والتي تسمى grow كيف ذلك إذا ضغطتم على هذا الرابط أصدقائي سوف يخلكم هذا مباشرة إلى كيفية شراء سوف نرى هذا بعد قليل أصدقائي الآن لنعطيكم فقط تعريف حول المشروع أو فقط مقدم حول المشروع فكرة عامة بطبع الحال أفضل شيء تعمل أصدقائي لكي تعرف تفاصيل مشروع ما هي أن تدخل للويت بيبر الخاص به سوف أريكم الرابط في آخر الفيديو بطبع الحال لكن هذه هي الويت بيبر الخاص به أيضا أصدقائي تجدون هنا يعني يعني game play الخاص باللعبة ماذا أيضا أصدقائي تجدون هنا تعريف لأن هذا إذن يقولون هنا Dragon war is a turn based strategy and play to earn play and earn game on Solana blockchain إذن هي لعبة استراتيجية وplay to earn يعني تلعب لتربح عملات خاص بهذا المشروع مبنية على تكنولوجيا أو blockchain وهذا يساعدها أصدقائي على أن تكون transactions سريعة جدا إذن في هذه اللعبة هناك نوعين من الشخصيات هناك الأبطال وهناك التنانين والأبطال هم من يتحكم في التنانين لكي يعني يحاربوا الشر الموجود في العالم بطبع الحال في هذه اللعبة بإمكانك شراء الأبطال بإمكانك أن تحديث تنانين وتحديث خرق لكي تلعب ضد الإنفايرمنت وأيضا هناك marketplace حيث يمكنك بيع أي NFT خاص بك وبطبيعة الحال تحصل على token benefits وهناك رابط بإمكانكم رؤيته في الويت بفر وهو game trailer أو فقط إشهار أو البروموشن للعبة وهنا project achievements كلها تجدونها في قناة الخاصة بالمشروع الآن نرجع إلى المنصة الرسمية ونلقي نظرة عليها أصدقائي لكي نكمل مراجعة هذا الفيديو بطبع الحال لازم أن نرى المنصة الرسمية إذا هنا تجدون trailer أو يقولون أنها the base أفضل strategy game على أسرع blockchain إذا أفضل strategy game على أسرع blockchain هي شعارهم هنا الأبطال الذي بإمكانكم شراءه كما تلاحظون هناك أربعة أنجيين ولكرين كما تلاحظون كل الذي اسمه الخاص وقواه الخاصة وهنا التنانين أصدقائي فهناك النار هناك على مأضن الريح هناك الماء وما إذا ذلك كلها فيها أنواع أصدقائي هناك خصائص أو كما تلاحظون خصائص مشروع إذا ماذا يمكنك أن يفعله يمكنك أن تربح يعني تربح بطولات سواء لاعب ضد لاعب أو لاعب ضد الـ environment هناك أن تكمل مهمات بطبع الحال تصبح في الطوف رانكين وأيضا تبيع وتشاري في الأنفتيز بكل بساطة في ماركت بليس الخاص بهم هنا الأنفتيز كما تلاحظون فهنا الأنفتيز الهيروز هم الأنفتيز وأيضا الأسلحة وكل التروس التي بإمكانكم زيادتها في البطن فهي أيضا الأنفتي بإمكانكم شراؤها التوكينوميك أصدقائي هو 1 مليار خمسمائة مليون عملة اسم العملة كما قلنا في الأول هي الدراو الماكسيموم سيطلاي من الأيرا هو أنليميتد فقط يستعمل هناك عملتين هناك عملة تستعمل في هناك عملة تستعمل في الأحداث وما إلى ذلك وهذا بالنسبة للعملات فهما بنيا على السولانا وكما قلنا طريقة الشراء هي سهلة تعمل فانتوم والت على الفانتوم أب وتشري السولانا من بايننس وتعمل سواب للسولانا إلى الدراو في ريديوم سواب إذن هذا كل شيء أصدقائي بالنسبة لهذه المنصة وهذا المشروع هناك بالتحال القريق هناك الرودماب هناك البارتنرز والشركاء الخاصين به هناك الفريق كما قلنا فريق الأدفايزورس وهناك فريق الذي يدير المشروع كما تلاحظون وهنا تجدون الروابط الخاصة بالمشروع بكل بساطة إذن بالنسبة للتليجرام أكاونت أنشحكم بالدخول إليه أزيد من 106 عضو أزيد من أو أقرب إلى 4000 عضوهم أونلاين سوف تجدون دائما شخصا ما تتحدثون إليه أيضا بالنسبة للأكاونت تويتر سوف تجدون في آخر أخبار الفريق والمشروع أنصحكم بزيارته وحتى تتبعي في هذا مجاني وهناك العديد من المسابقات سوف تجدونها الـ لكي تستطيع استفادة من أشياء مجانية أصدقائي وبضع بالحال فكل ما هو مجاني ليس فيه خطر أصدقائي على رأس مالكم إذن هذا كل شيء أصدقائي بالنسبة لهذا المشروع لا تنسوا التقليد لذلك إعجاب والسرعة كنتم لذلك في القناة ونلتقي في الفيديو القادم